كما نبدأ مهم موجود عندنا في الهاشن وهي الريهاشن الريهاشن نستخدمها عندما نعمل التابل الموجود عندنا نعمل التابل الجديد إذا التابل صار عندي أكثر من نصف فاضي وعندما نستخدم الكوادرستيك سيكون لدينا المسافات التي يبدو فيها لبروبنج سيكون لضعف وصعب جداً يلاقي عند المشكلة الموجودة إذا التابل صارت قريباً فول حتى يكون حالة الريهاشن سيكون بطيئ جداً يمشي تريد سيكون بطيئ جداً وعالة يصبح بطيئ جداً الكوادرستيك سيكون بطيئ جداً السلوشي الموجودة عندنا هو تصوير تابل جديد نريد نبني التابل الجديد يقوم بطيئ جداً لأوليجنال تابل الموجودة عندنا بعدين نقوم بطيئ جداً الانتير الواجنال هاش تابل نبني هاي عند التابل الأصلي موجود نبني التابل يكون ماله أكبر نفرض في عندي هون إلمنت مثل X1 وعنده هون نتخيل X2 نحن نقوم بطيئ جداً 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 ثلاثة أربعة خمسة إذا سنقوم بعمل هنا نمشي على الانديسيز واحد واحد كل إلمنت موجود نقوم بعملها نقوم بعملها نقوم بعمل الانديسيز و نضعها في الانديسيز نمسك x1 لن نمسك الانديسيز ننسخها على نفس الانديس يعني ننسخ x1 لا نقوم بعمل ننسخ x1 نقوم بعمل الانديسيز و نرى ممكن x1 لدينا واحد ولكن هنا ننسخ الانديسيز نقوم بعمل الانديسيز ممكن x2 لا تأتي هنا نمسك كل الانديسيز نقوم بعمل الانديسيز و نرى موقعها جديد في الانديسيز الانديسيز نقوم بعمل الانديسيز نقوم بعمل الانديسيز بعده بعد 22 أول 23 يطلق الانديسيز نقوم بعمل الانديسيز الانديسيز مدل الانديسيز لدينا منطق الانديسيز الحش كمان مراه الانديسيز نقطتين غيسيات موجودة الانديسيز الانديسيز لدينا منطق الانديسيز لانه تبع الـ table size هو 10 ممتاز كل الـ keys الموجودة لدينا اسمها الـ 0 سوف يكون ممتاز الـ key model 10 كل شيء يجب أن يؤدي انه تبع الـ hash function كيف نختار الـ prime وهو افوان الـ hash function ممتاز الـ table size الـ table size يوجد يجب أن يكون دائما الـ prime الهدف الموجود لدينا في الـ prime هو الـ distribute الـ keys evenly سيكون عملية الديستيبوشي للكيز سيكون دائما أفضل من اللي هي النوم برائم نمبر سيكون فينا بشكل طبيعي بشكل طبيعي سيكون موجودة بجوة اللي هو الهاش تابل